المعروف أن الأجهزة الاستخباراتية لما تتعامل فيما بينها تتعامل بمنطق المصالح وهذا بنويرا تم القبض عليه من طرف المخابرات التركية ونعرف جيدا وأنا أعرف أشخاص من قبل تم القبض عليهم منذ سنوات طويلة في 2004 أو 2005 قبض عليهم في تركيا من طرف المخابرات التركية وتم تسليمهم جزائر وتم تعذيبهم شر تعذيب رغم أنهم هؤلاء ليسوا لديهم معلومات خطيرة هؤلاء اتهموا بالارتباط فيهم اللي كانوا في أفغانستان وفيهم اللي كانوا في الشيشان اتهموا بقضايا تضبط بالإرهاب ولكن تم تعذيبهم تعذيب كبير من أجل أخذ كل المعلومات التي بحوزتهم إذن بنويرا هذا تم القبض عليهم من طرف المخابرات التركية المخابرات التركية بلا أدنى شك تم استنطقتها ترى ماذا قدم للمخابرات التركية؟ بلا أدنى شك قدم لها معلومات شخص بهذه الطريقة ويجد نفسه بين أيدي مخابرات وهو يدرك تماما أنه إذا تمت إعادته الجزائر سيتعرض إلى سجن وأشياء كثيرة لذلك أكيد سيحاول أن يغري الطرف الآخر بمعلومات سواء كانت صحيحة أو حتى يفبرك المهم أنه يعطي معلومات ويقدم معلومات وبلا أدنى شك سيقدم معلومات صحيحة فالرجل كان في مكتب القيد صالح ويستمع إلى ما يدور حديثه أكيد كان دارت أشياء كثيرة لا يمكن أن تقالي الإعلام ولا يمكن أن تقالي أي طرف إذن قدمها إلى الجانب التركي الجانب التركي بلا أدنى شك أنه أنظى صفقة مع الطرف الجزائري لا يمكن أبدا أن يتم تسليم شخص بهذه الطريقة من دون صفقة إذن ما هي الصفقة التي وقعتها تركيا مع الجزائر من أجل تسليم هذا الشخص ليست لدي معلومات ولكنها أكيد ترتبط بملفات مهمة ملفات اقتصادية ملفات أمنية ملف الليبي هل ترى الجزائر قدمت تنازلات في بعض الملفات أو أعطت أشياء لا يمكن أبدا أنه بمجرد خاصة في الفطر الأخير الآوي الأخيرة كانت العلاقات الجزائرية التركية ليست على ما يرام ونحن نتحدث أن هناك خلافات كبيرة وصلت الأمر حتى بالرئيس تبون إلى تشكيك في شرعية أو سحب تقريبا سحب الشرعية عن حكومة الصراج وهي الشرعية التي تراهن عليها تركيا وتتخذها ذريعة في تدخلها في ليبيا إذن ما الذي ستقدمه الجزائر إلى التركية نترك الجواب على الأيام القادمة وفي تقديري إذا ظهرت غيرات في المواقف الجزائرية في ليبيا فأكيد بأن الجزائر تقدمت تنازلات إذا ظهرت صفقات اقتصادية عمور اقتصادية فهذا شأن آخر إذن ننتظر ماذا سيظهر من السياسة الجزائرية الخارجية سواء في العلاقات مع تركيا أو بالنسبة إلى الملف الليبي أو أنه ربما تركيا أيضا هناك من قد يتحدث ويطرح هذه الفكرة أن تركيا ربما طلبت من الجزائر لعب دور وسيد من أجل أنه لا تتورط أكثر في المستنقع الليبي ربما كل هذه الأمور مطروحة هذا لا يمكن أن نتكهن بها ولكن نطرحها وننتظر ما ستسفر عنه المرحلة القادمة لذلك أنا في اعتقادي أن مرحلة بعد تسليم هذا الشخص الشخص ليست مثل ما قبلها هناك صفقة بلا أدنى شك أمر آخر ما الذي أخذته تركيا من هذا الشخص؟ جهاز الاستخبارات التركية أكيد أخذ معلومات وهذا طبيعي أي دولة تمسك شخص حتى يناس تمشي لاجئين يطلبوا اللجوء السياسي في دول وعندما يمشوا إلى دائرة اللجوء السياسي ويجلسوا ويعملوا معهم تحقيقات تجد ضابط استخبارات جالس هناك ويحاول أخذ معلومات بطريقة بطرق مختلفة بدون ما يقول أنا ضابط ممكن يقدم نفسه حتى السكريتير عادي في هذه الدائرة ويحاول أن يأخذ معلومات إذا كان طالب اللجوء السياسي ذكي لا يخرج لا يعطي أسرار بلده ويلتزم بقضية طلبه للجوء لأسباب القانونية التي تسمح له بطلب اللجوء أما إذا كان ضعيف وخايف ويريد فقط البقاء سيأخذون منه ما يريدون إذا كان شخصية خاصة لما تكون شخص كان عسكري وخاصة لما يكون لديه رطبة أو مسؤولية في الدولة التي أتمنى بلا أدنى شك إذن الأطراك بلا أدنى شك أنهم مسكوا هذا الشخص أخذوا منه ما يريدون من المعلومات وإذا كانت لديه وثائق أكيد أخذوا منها المسخل للوثاة إذا كان هذه الوثاة كيف أخذها أكيد إما أخذها في فلاشة أو أنه وضعها في إيماء المعين شوية ضغط عليه يعطي المعلومات إذن يعطي لهم الوثائق إذن الوثائق هذه التي كانت مع بونويرا والمعلومات التي كانت بحوزته هي الآن لدى المخابرات التركية إذن خشية الجزائر إذا كانت تريد أن تستلمه من أجل أن لا يفشي أسرار أسرار التي بحوزتها أو الوثائق التي بحوزتها فقط أعطاها المخابرات التركية وهذا مؤكد لا يمكن أبدا أن المخابرات أي دولة مش تركية فقط أي دولة تمسك شخص بهذا بهذا ويطلبه رئيس الدولة إن صحت المعلومة أن رئيس هذه البلاد طلبه شخصيا رئيس هذه البلاد يدركون تماما أن القضية كبيرة جدا 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 وأن هذا الشخص لديه أهمية ولذلك يريدون أولا معرفة هذه الأهمية معرفة هذه المعلومات حتى لو كانت العلاقات بين البلدين في قمتها علاقات تطابق في كل شيء فلن تخزين المعلومات وأخذها مهم قد يأتي اليوم يحتاجون إليه لأن الصراع بين الأجهزة والاستخباراتية وصراع المعلومة كل طرف يحاول أن يأتي بمعلومات ويخزينها قد يجدها في وقت لحق قد تكون لها أهمية حاليا لكن وقت آخر قد تكون لها أهمية إذن بنويرا صيد ثمين بالنسبة للمخابرات التركية أكيد أخذوا منه ما يريدون